بلغت نسبة النزوح حول العالم عدداً قياسياً تقدرها مفاوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بحوالي 114 مليوناً منهم 40 مليون فروا من بلدان تعاني صراعات وحروب هذا الارتفاع المضطرد بأعداد اللاجئين والنازحين عالمياً مع ما يرافقه من تداعيات كان محور المنتدى العالمي للاجئين المنعقد في جينيف أكبر تجمع دولي في العالم حول ملف اللجوء والذي ينعقد مرة كل أربع سنوات المفاوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليب بوغراندي حذر من المزيد من موجات النزوح في منطقة الشرق الأوسط وخصوصاً في غزة إذ أدى العدوان الإسرائيلي إلى نزوح 85% من سكان القطاع داخلياً كما حذر من كارثة إنسانية كبرى في غزة مع فشل مجلس الأمن إلى الآن في اتخاذ قرار بوقف العنف لبنان الذي يعاني أزمة كبرى جراء النزوح السوري شارك في أعمال المنتدى عبر وفد يرأسه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاطي ويضم وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب إن التحديات التي نواجهها جراء هذا النزوح تتجاوز الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لتطال الأمن المجتمعي واهتزاز التركيبة الديمغرافية الحساسة لجهة تجاوز عدد الولادات السورية الولادات اللبنانية وارتفاع نسبة الجريمة واختزاز السجون أدى التنافس على فرص العمل المحدودة إلى زيادة التوترات والحوادث الأمنية بحسب تقرير البنك الدولي تقدر تكلفة النزوح السوري في لبنان منذ بدء الحرب السورية بعشرات مليارات الدولارات لذلك أكد ميقاطي أنه من حق اللبنانيين رفض النزوح من خلال المطالبة بإجراءات لحماية وطنهم وأنفسهم وهذه الخطوات تبدأ بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم وتوقف المنظمات الدولية عن إغرائهم للبقاء في وطننا ولتقدم لهم المساعدات في وطنهم لم يعد باستطاعة لبنان أن يتحمل هذا العبء بمفرده وختم ميقاطي بالسؤال هل تعيبون علينا أننا نطالب بعودة شعب إلى أرضه ليعيش بكرامته فيما يتم التغاضي عن جريمة موصوفة تهدف إلى اقتلاع شعب من أرضه وقتله وتهجيره أين المعايير الإنسانية المتوازنة في تعاطي المجتمع الدولي مع القضيتين